بسم الله الرحمن الرحيم أنا حقيقة ما متعود على حكاية اللائفات والأوديوهات والحاجات الزيدي ما بعرف ليها ولا بحبت عمل معها لكن الشي الحاصل في السودان حقيقة يجعل الزهول مرات يقدم على أشياء وهو ما حاب بيها الشي اللي بحصل في السودان ده شي ابدا ما طبيعي وأنا داير منه في خلال التسجيل ده أوجه رسالة لعمر البشير وعايز أقول له الآتي يا أخي انت السودان ده ما ورستو ولا وقع عليك في كرتلة ما در أقول لك لوتو لأنه ما بتقوم بتعرف اللوتو ما عاشه لكن السودان ده ما وقع عليك في كرتلة ولا ضيعة حقتك ولا ورستو السودان ده يا أخي بلد الجميع السودان ده يا أخي بلد متباين في كل شي في صغافات أهله في صغافات أهله في دياناته في كل حاجاته متباينين الشعب السوداني شعب عظيم يستحق حياة كريمة يا أخي ليه انت منصر انك تزل ومنصر انك تبشتن ومنصر انك تمرق ينوف الشعب السوداني في التراب مصلحتك شنو وبتعمل لي صالح منه انت أصلا ويا أخي انت أصلا ممكن تكون صاحب مشروع إصلاحي انت رجل يا أخي مجرد عسكري قدراتك محدودة إمكانياتك محدودة ومهيئة لممارسة وظيفة محددة جدا جدا يعني ما بتقدر تتجاوزها لا عندك القدرات لا عندك الإمكانيات يعني حتى تعليمك ذاته تعليم متواضع أشبه بحالة الفاغد التربوي فيا أخي ما ممكن انت تصر انك تحكم شعب رغما عن أنفول يا مدة 30 سنة ودائر تستمر تستمر عشان تعمل شون يا عمر يا أخي ربنا لو أداب عمر سيدنا نوع انت ما حتى تقدر تعمل حاجة انت راجل فاشل بكل المقاييس انت يا أخي إمكانيات البلد كلها وظفتها لمصلحتك لمصلحة أسرتك لمصلحة الكلاب الحارسنك انت أصدق ممكن تكون غايد ولا ممكن تكون زعيم بعدين يا أخي إدارة بلد ما زي إدارة فصيلة من العسكر أو كتيبة من العسكر انت يا أخي مفترض تكون بتفهم في السياسة بتفهم في الدبلوماسية بتفهم في الاقتصاد بتفهم في الغانون بتفهم في حقوق الإنسان يا أخي مفترض تكون عارف طبيعة شعبك الشعب السوداني يا أخي شعبي ما سهل الشعب السوداني يا أخي منتوج حضارات عمرها غرابة الألف سبعة سنة انت ما عندك حاجة تقدمة للشعب السوداني ولا عندك شو ممكن تعمله يعني لسا الناس طلعت وطالبت بهزغاتك لأنك فشلت يعني مش طلعوا يعني رفاهية الناس طلعت لأنه يا أخي غلبت العيشة الناس ما قادرة تعيش ما قادرة تأكل ما قادرة تتعالج ما قادرة تتعلم انت عالس شو ما أصلا دار تسوي شنو يعني ياخذين أربعين مليون وانت زون الفرد واحد دار تسوي شنو يعني كفاية القروشة النهبتة والكفاية القروشة السرقتها انت وأسرتك يا أخي حلعا سمانة حلعا سمانة الله يرضى عليك ليه عايز تبشتيننا أكثر من كده نحنا يا أخي خليتنا مشردين في أصغع الدنيا نحنا يا أخي وصلنا أمريكا اللاتينية وأوروبا دي في كل جحر في أوروبا دي فيه سودانيين فيه وسر سودانية مشردة لشنو يعني نحنا قبل نظامك الغبيح ده ما يجي ما كنا بنمرقوا من السودان الواحد فينا اللي ودوهه كورس اللي يا مصر القريبة دي الواحد كان بيتدرس وبيعاني خليتنا يا أخي نحنا الواحد فينا يعني الناس بيقى حتى يعني أولادنا فقدوا هوياتهم يا أخي في أوروبا دي أولادنا تشردوا بيقى ما عندهم إحساس بالسودان ما عندهم انتماء للسودان ليه عشان شنو يعني انت منه وصلتك علينا منه ودائر مننا شنو يا أخي انت ما بتشبهنا انت ما عندك مروة ما عندك نخوة انت يا أخي مش ضابط في قوات المسلحة دي أنا بالمناصبة ضابط شرطة ما عاجي وشردني نظامك التافي ده انت نحن في العسكرية دي مش ورهنا انه الغايد بياكل بعد العساكر بتاع انه دي ما لاقتك في العسكرية اللي انت ما لسدرك وكتوفك كلها نياشين وأوسمة في الفارق ساقت ما ورهك انه الضابط بياكل بعد العساكر بتاع انه ما ياكله انت يا أخي مرفه ومنعم والشعب السوداني يا أخي يتدور جوعا يا أخي اختشي اختشي احترم الكاكل انت لابسه ده احترم شرف الجندية حاول ضحي كفا تلاتين سنة كفا دار تسوي شنو يعني عايز تسوي شنو شنو الممكن تسويه انت زول بإمكانياتك المتواضعة دي شنو الممكن يقدمه للشعب السوداني نحن يا أخي بلدنا تقسمت بقى الدولتين أراضينا الزراعية يا أخي بيحتوها أجرتوها إيجارات طويلة للأجل وبعروض يعني بعقود مجحفة جدا المصريين قمعوا أراضينا في حلايب وشلاتين الأحباش بيجاي برضو قمعوا أراضينا في منطقة الفشلة يا أخي ما ممكن ما ممكن الكلام ده عيب عيب يا أخي أخي جل اختشي انت أصلا ما في زول بتحدث معاك بيقولك يا أخي بتعمل فيه ده عيب بعدين اللي علمت الشعب السوداني ده شعبي لا يخهر وانت زول كنت عسكري وعارف الكلام ده كويس يعني الكيزانة تؤسل معاك ده يمكن يكونوا ما عارفين طبيعة الشعب السوداني لأنهم أصلا كانوا عايشين في مجتمعات مغلغة جدا لكن انت زول عسكري وداوست في الجنوب وداوست في جوال النوبة وعارف انه الشعب السوداني شعبي عنيد ولا يخهر وأسا شبابنا دين والروك شبابنا أطفال هم في أعمار أحفادك وافترض يكونوا في أعمار أحفادك والروك والروك بيان بالعمل انهم وانهم ما شعب خنوع وما شعب بيركع مهما كان التمن انت بتضرف فيهم بالرصاص كل يوم كاتل منهم ستة وسبعة وثمانية ولحد ما حصلتهم غرابة سبعين نفر في خلال الأيام الفاتت دي ورغما عن ذلك الشباب مستمرين وبيناهضوا في نظامك وبيمنتهى البسالة وبيمنتهى الشجاعة ليه انت عايز تدجن شعبي بالمواصفات دي ليه مصلحتك شنو يا أخي مصلحتك شنو في انك تدجن شعب غوي زي الشعب السوداني انت راجل حاقد يا أخي والله ما طبيعي والله انت ما طبيعي فأسمح كلامي ده لو وصلك أسمعه وأسمعه كم مرة وفكر كويس لكن انت انتهيت انتهيت هتمشي هتمشي يعني بالتي هي أحسن هتمشي بالجزمة هتمشي مش لو جبت أحمد هارون والله أحمد زفت ديل عبارة عن حسالة وما عندهم ارتباط بالسودان ما عندهم اي ارتباط بالسودان الزبالة اللي انت لابون حولك ديل ديل اصلا كانوا منبوزين وعايشين في مجتمعات مغلغة وما بيثبتوا للنهاية كلهم هيشردوا لكن انت اكتر زل هتضرروا لان وصلتك دي هتتعرض للسحل بالمناسبة يتفي حاجات فايتة عليك كثيرة الغبن الانت ولدت في نفوس الشعب السودان غبني ما ساهل والله يحرقك ويحرق اسرتك كلها وانا بحذرك انا بحذرك مش بستيداك والله بترجعك انا بحذرك سلم السلطة دي واتخار يمشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر